خالد أمين وشرف للعلم تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بعدها اتجح إلى فرنسا ولبنان باحثا عن العلم وشغوفا له حتى أصبح الدكتور خالد أمين تميز عبر تاريخه ومشواره الفني بتقديم العديد من الأعمال الفنية اللي شارك فيها مع كبار الفنانين صنع مجوميته فهو يمتلك أدوات الممثل الناجح حصل وبجدارة على العديد من الجوائز كأفضل مخرج مسرحي خالد أمين حيكلم معنا اليوم في برنامج السيف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالفنان الجميل الرومانسي دائما من خالد أمين يعني ما شاء الله المسلسلات كلها ودائما يعني لقب رومانسية عليك الصراحة من يورنا العزف هذا لك ترى أشتركوا في القناة 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 أسهل وائل تكنولوجيا سهلة أكيد في التصوير في الأمور قبل المنتاج الأشرطة تروح المنتاج تتمنتج هناك الحين المنتاج عندي عندك بنفس الوقت يعني تخيل أن أصور المشهد أريح أصور مشهد ثاني مشهد الأول خالص جاهل موجود قاعد تشوفها تشوف نفسك أنت وين تطور الحالة عندك هل أنت ماشي بلترك الصحيح ولا لا فتبدأ تقيم نفسك من البدايات صح نعم نحن بسألك أنا ما شاء الله نشوف التمثل ما قاعد تقول أكيد المعهد العالي في المسرحي وكونك أنت أساسا يعني في عضو هيئة التدريس هناك أن يعني قاعد تطلعون وايد أحين نماذج يعني حلوة أكاديمية كممثلين كمنتجين كمخرجين من بره يعني كممثلين أو أي أن كان يعني أي قطاع مثلا أي ممثلات أيضا يكونون عندنا في الكويت أيضا يعني هل في نقص لا ما في نقص بس يعني أولا أهما أغلب البنات اللي عاشوا حاليا بالكويت اللي هم من مملكة البحرين سواء كان أو السعودية أو السعودية أو من الإمارات من عمان أو من عمان أيضا يعني أهما لقوا وظلتهم اللي محتاجينها عندنا والكويت كثيرة بالإنتاج وهم أيضا مثلوا واشتهروا من خلال عملهم بالكويت فشي الضرر أن يعيشون بين أهلهم بولي أنت دائما يعني لك عمل أو عملين بالسنة عملين أو عمل بالسنة بالضبط نعم لكن نشوف إحنا يعني هذا تقنين إيجابي للموثل الفنان نعم نحن قاعد نشوف في بعض الفنانين قاعد يطلع بثلاث أربع عمال لدرجة أن الجمهور قام يضيع ما يدري حين هذا أي مسلسل صح كرامك يعني نعطيهم هالمفاهيم هذه بس بعدين الخيار لك أنت ممكن تتجه أنت إلى أنك أنت شغلك يكون تجاري بحت صح ممكن تتجه أن شغلك يكون أكاديمي بحت ممكن شغلك تتجه أن يكون لا ما بين البينين وأنا أعتقد أن بين البينين الحين هو الأفضل يعني حتى الجمهور بدأ يوعة أنه يحتاج حقها النوعية من العروض أو النوعية من المسلسلة صح فأنت تعطي وأيضا هم هم ترى ما يتقبلون كجمهور يعني أن يكون بالعمل كثير من الشغلات اللي ما تنتمي حق مجتمعاتهم صح يعني لا فيها تحفظ يعني في مسلسلات مثلا تطرح قضايا تحديدا أو شكل من الأشكال ما مش موجود أمامنا حتى لو موجود يمكن شيء بسيط يعني ما ينشاف شوف الشيء البسيط اللي ما ينشاف دائما وين تشاهده حتى في خنقول في الدول الأخرى اللي تقدم تلاقيه بالأفلام القصيرة صح وفي المهرجانات صح يبي شيء جديد وكان حتى جمهورها متنوعي يعني ما هو بس مجتمعات المتحفظة يعني يمكن الجمهور الموجود من الوطن العربي كامل يعني أو من بره أيضا نعم صحيح فيتقبلون أكثر طبعا يتقبل يبي يشوف فكرة يديدة لا تنسين أنه ترى احنا في قضية وائد خطيرة في ناس وائد ممنتبئين لها المستقبل للسينما ترى أنت فكنت في لقاء معاه السنة لطافة قلت لش المستقبل للسينما وأرجع عيد عليكم قبل سنتين قبل سنتين وفعلا الآن شوفوا افتحت السينمات في السعودية صحيح الآن استراتيجي كامل قاعد يصير حتى قوننة الأمور يعني قاعد يحطون قانون للإعلام السينمائي أو تحديدا للسينما عندهم صحيح والكوانتيتي والكواليتي والنوعية شنو بيقدمون وقاعد يستعينون بالسينمائيين موجودين بالخليج منهم شباب يعني أمس أنا هم كنت قاعد مع شخص يعني ما شاء الله صار فيه منثقفين أيضا فيه ناس أكاديميين ندرسوا بره يعني هذا التخصص أنا انذهلت لما كنت العام الماضي تحديدا عضو لجنة التحكيم في مهرجان السينمائي الأفلام السعودية ما شاء الله لقيت أن 99% من الشباب السعودي دارسين لإخراج السينمائي وقاعدين يشتغلون الآن ما شاء الله بوليد فيه ناس حتى المدارسة تصور تريد تصوير بسيط وتمنتج تعال شوف تعال شوف لأن تدري ما سووا التكنولوجيا اليديدة والسوشيال ميديا خلقت مصورين جدد وخلقت مبدعين جدد وخلت عندك الحس الإبداعي عاد فيه ناس تستعملها بشكل سليم وفيه ناس يعني تقول معهم مع الزحمة مع الزحمة عرفت شلون وفيه ناس تترك بصمة وفيه ناس ما تترك بصمة بس يعني ما تخاف يعني كونك انت دكتور وشذي يعني في المعهد يعني ما تخاف ان مثلا ان هذه الهوات ممكن انهم مثلا ما يطبقون مثلا هذه الامور اللي هي عشي عليك اذا شنو يحتاج الموضوع هذا الكلام اللي صار ايضا من فترة ايه مع احد المسؤولين في البلد انا اعتقد ان اكبر قطاع لازم حاليا يكون حاليا يصير اكبر قطاع بوزارة الداخلية هو الجرائم الالكترونية صحيح هذا القطاع من يبتدي يتطور ويتفعل صحيح ويتفعل بشكل صحيح ثقي تماما كل الامور راح تصير زينا انه في قانون صح لكن انه شيء حديث علينا احنا فلذلك احنا ما في ما عندنا االية حقا ما عندنا االية حقا بس باتشر اذا وايد اشياء تقوننت يعني راح تلهقون ان الامور راح تصير الى افضل طبعا في دول العالم الاخر يعني الاول خنقول فعندهم قانون خاص فيهم صحيح يحكمهم فحاليا اعتقد بعد خطاب صاحب السمو الله يطوله بعمره اعتقد الان جديا حتى وزارة الداخلية قاعد تنظر بتطوير هذا القطاع والله بالفعل قاعد نشوف تطبيق لقانون موضوع السوشال ميديا بشكل كبير والجرام الكرونية ممكن ايضا لها ادارة خاصة الحين قامت تشتغل وضم مهندسين يمكن ما شاء الله عليهم الله اعطيهم العافية انا متابعهم من زمان حتى بالانستجرام صحيح قاعد اشوفهم فعالين وايد الفترة اللي اطافت هذا خصوصا ماذا لو ماذا لو ماذا لو قاعد ثورة حالية صح خلص تصويري انا عبارة عن خمس قصص خمس افلام بس اسمه غريب يعني طبعا هو عمل المشكلة احسين دشتي مفاجأتي بالعمل اللي فاجأني انا واللي ممكن راح يتفاجأهم في ناس شاب ممكن ما درس خنقول التصوير والاخراج والهذا ولكن مدرسة الحياة علمتها الكثير وهذا اهم عندي لان الدراسة تسقل موهبتك هو المخرج تتكلم عنه تتكلم عن المخرج نعم لكن اذا ما اذا ما فيك الابداع اذا ما فيك مو الابداع اذا ما فيك الرغبة والاسرار والتطور والتعلم عمرك ما راح تنجح انا كنت داشي العمل وانا صرحتها من قبل الله وحين اصرحها كنت خايف خايف من النتيجة اللي بيسويها لكن انا كنت مراهن عليه بنفس الوقت متحدي نفسي ومتحدي فيه واذهلي الولد بشغله يعني آلية يديدة قاعدة تخدمها تألية يديدة الشارع عنده طريقة جديدة بالاخراج اسلوبه حلو حتى بفهامنا وانحنا وبعدين العمل في نجوم ونجوم حلوين مجموعة صحيح مجموعة كبيرة عنده رؤية خاصة فيه بالعمل زي شوقتنا من المخرج هذا حسين دشتي ها حسين دشتي فيه اكثر منه حسين دشتي يعني كمخرجين فيه حسين دشتي اللي عنده عمال لكلبات يمكن نعم حسين دشتي ما اللي عنده هو طبعا كان يسوي دعايات يشتغل بالدعايات اشتغل بالانتاج اشتغل مخرج منفذ صحيح اشتغل في كل القطاعات بس ما انتج يعني ما اخرج مسلسل ما اخرج مسلسل هذا اول اخراج له الان والله خير كان يا ابني وقال لي ترى انا بك انت تكون مخرج ماذا لو قلت له نعم لانا انت تقدم اخراج اساساً قلت له مستحيل انا اخرج قال لي ليش انت مخرج قلت له لا حبيبي انا مخرج ماسرحي انا ممثل تلفزيوني سينمائي ومسرحي نعم ولكن تقول لي انا اخرج اخراج تلفزيوني من سابع المستحيلات مو نفكر يا معود قلت له لحظة لحظة ليش انت ما تخرج هاتش دي الموضوع صح نعم شو هنقولي شنو قلت له ايه انت تخرج ورني من شغلك شفت شغلتي قلت له بس انت المخرج اي واتفقنا انا وانياه وهو اللي وقف الموس هنا اي وتوهج فلازم يثبت نفسك جداني صح طبعا كان في تحدي بيني وبينه بشكل و بالأشكال يعني بشكل من الأشكال شلون اذا انا كنت بالمشهد احاول ان اتفوق تمثليا وهو يرد يفرد عضلاته بالاخراج الله فصار تحدي بيني وبينه قول فترة التصوير انا خلص تصويري الان ما لي الا ثلاث مشاهد فقط يفترض الحين هم قاعدين شون تصوير ما لي الا ثلاث مشاهد يعني شنو يعني باقي ثلاث مشاهد ولا ثلاث مشاهد لي انا فقط الان متبقي من مسلسل قصتي هما خمس قصة عبالي كله كله بوع عندك بس ثلاث مشاهد الفنان منذ رياحنا من الأردن وهو نجم عربي راح يكون معانا عنده بطولة قصة مع روون المهدي روان نيتنا وعندك ليلى عبدالله عندك نور غندور عندك من و بعد معانا عندك عبدالله عبدالرضى الفنان عبدالله عبدالرضى شاب ردينا دكتور شايع الشايع أسيل عمران رد شايع الشايع الآن يمثل حسن إبراهيم رد يمثل معانا ومجموعة أخر من الشباب اللي قاعدين يمثلون في قصص وأسامي كلها حلوة يعني عندها نجومية وعندها يعني حب الأداء يعني مو أنه بس ظهور بس عادي يكون يعني للأمانة حتى المجموعة يعني مختارينها بطريقة حلوة مجانسة فيه كاستنج على العمل قصص جدا جميلة الكاتب جديد كل قصة بروح كل قصة بروح ولكن هناك ترابط بينهم بس المشاهد يعرف أنه انتهت القصة ودشق قصة يديدك أنه ما راح يصبح تشريب ما راح يصبح تشريب نعم جوقتنا عاد ما قدر أتكلم واحد لا إحنا نطر المسلسل أكيد وعندك بعد مسلسل ثاني نعم شنو المسلسل الثاني هو مسلسل عد علمنا شوية يعني شوية عطنا شوية حصري إفراج مشروط إفراج مشروط نعم وعيسى ذياب المخرج أيضا من المعهد المنتج عبدالله أبو الشهري المخرج عبدالله أبو الشهري وهيضا هو القاضي بالإنتاج رفيق دربي حبيبي عبدالله عملنا في عمل العام اللي صورت معه هذاك المخرج وليدي العوضي هذا اللي صورت معه أيضا فيلم ثاني اسمه ماي الجنة نعم هو سينمائي عبدالله ولكن الآن دخل فيه اللي هو خط نقول المسلسلات 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 يفرق الإخراج السينمائي عن المسلسلات والله تبير الصج الآن ادخل ننتفليكس كل المسلسلات كل المسلسلات تتصور طريقة أفلام نعم صحيح الآن الكاتينج يعني المنتاج تحديدا الإخراج الشكل العام اللي قاعد يطلع هو شكل سينمائي بحت ما لا علاقة بالشكل التلفزيوني القديم السيت كوم عنده شكل تلفزيوني خاص فيه فالناس التابعة بالشكل ماله هذا ويتصور داخل استوديو بعض المشاهد خارجية يطلعون بعض الأمور لا التكنيك ماله الخاص ولكن الآن المسلسلات خصوصا السيزنز هذي كلها صحيح تصويرها سينمائي صحيح وأحلى يعني الصراحة وتشد المتابعين والنافس فيها أيضا اللي موجود حتى بره نحن نشوف معاك تقرير عن السينما لك للتمثيل ونرجع مرثين نسولف عنه تقول اللي بطنها بيطلع ميت وهي تبتشوف أي شي حي تريبالج أنت بعد تموتين جبار راجعين البغداد لموا كل اللي بالمسجد لأجيز روعة ما شاء الله سلسلة يعني بين الأفلام اللي أنت قدمتهم يعني اللقب أنه الرومانسي بس هو فيه تنوع حرامي يعني قاعد ينهضم حقك لما يقولون بس الرومانسي قاعد تقدم كثير أدوار ومختلفة في أمور فيها مغامرات أيضا تدري ما المشكلة الجمهور يتعلق بعمل معين ويعتقد بأن الممثل هو هذه الشخصية لا يمكن يحبك بعمل معين وبشخصية معينة خرافية هذا اللي قاعد أقول أنا بضبط هذا اللي قاعد أقول زين يحبك برومانسية ما يحبك شري لا بس تدري أنا هذه مرات طبعا هو الأغلبية الأغلبية مثل ما متفضلت أو اللي هو الطابع الأول اللي هما دائما يشوفون الرومانسي أكثر لكن في ناس لا بالعكس يشوفون فكرة التنوع اللي أنا قاعد أقدم دائما وأبدا أنا أحب أني أقدم دور يختلف عن دور حتى بالفكرة الرومانسية صحيح ما أحب أن تكون الأدوار متشابهة لأن هذا الصراع اللي أنا دائما أعيش أبعي اللي تقصد في الأبعاد يعني تختلف أنا حاول أغير من الشكل حاول أغير من المشا حاول أغير من الفكرة طريقة الكلام طريقة الكلام أسلوبة الحالة اللي أهو فيها كل هذا أنا قاعد أحاول أغيره أحاول والأمانة يعني بوليد مرات أنا أنجح ومرات أفشل ومعب أن الإنسان يفشل لكن الأمانة أنت الممثلين اللي فعلا كل مسلسل لك كاركتر معين بالشكل تدير بالك تكون دقيق فيه يعني حتى اللحيتك حتى طريقتك تفاصيل حتى بالمشي يعني في ممثلين تلقى هذا ومشيته واجتوفه لين ما يبطل تمثيل لكن اليوم خالد أمين قاعد نشوفه هني ما شيته غيري هني ما شيته غير صح حتى يعني حتى طالب احنا من قبل استضفنا لأستاذة أسمهان الصراحة وأثنت كثير على أن من يوصلك أنت النص كيف تدرسه دراسه وقلنا له هذا ما هو غريب عليه يعني أنت ابن المجال يعني بالشكل الأكاديمي وأيضا كفنان يعني نقعد نتكلم مثلا قنقول عشر تيام عن نصنا نخلص من نصنا ندش على أفكار يديدة فأنا وياها عندنا أفكار هي المفروضة هي تكتبها بعد يعني في بيننا وبيني وبينها مشاريع كثيرة حلو هي كونها من جيل ما نقول أكاديمي بس هو يعتمد على الفكر الأكاديمي زائد أنه كان يعمل أعمال ناضجة فكرية كان تقدم شيء مهم للمجتمع الكويتي والحين بدأوا والشباب أيضا ينتبون على هذه القضية فهذا النجاح الحقيقي من شذي يمكن أنا وياها في تواصل فكري دائم بين وبينها حلو الأمانة هي قالت هذا الشيء خلينا نأخذك على موضوع بما أنك أيضا أنت تقدر تكون يعني هالواقع يعني قريب منك فتقدر لن نتكلم بشكل عام تعرف أن الحين دايما الناس تقول لدراما قاعد تنزل قاعد تتراجع مع أن الجهود موجودة وقاعد تقول في تطور في الإخراج يعني الصورة والجمالية بالأبعاد الشخصية بالأدوار التوليفة مع ذلك ناس توصفها بالتراجع شون يقصدون بهذا التراجع يعني بوجهة نظرك أنا أعتقد هل هو النص يمكن لأن أيضا نحن عندنا هوات أنا قولت هم مختلفين أو درسين في نصوص ضعيفة في السوق في نصوص ضعيفة حقا ليش المعهد ما يعالج هذا الموضوع ويدخل تخصص الدراماتورجيا ويسرقين الدراماتورجيا أعتقد في المعهد يعني تأخذ على مواد ما أدري يعني تكون فترة طويلة لكن تخصص أنك تكون كاتب أيضا هذا يتعمد عليك أنت وعلى تجاربك وقراءاتك إذا أنت مهتم في أنك تكون كاتب لجنة كلها لجنة يعني كبقية نعم يعني هي بالعكس هذا تخصص مهم ويحتاجها الوسط الفني بس أيضا إحنا خلنرجع حق الكتاب قبل يعني فيه كتاب كانوا قبل يكتبون ويحملونها ذا الثقافة فيه الثقافة الذاتية نفسها وهما الشباب ترى مو نفس قبل يقرون قل لليقرون صحيح أنا أتمنى أن يقرون زين بوليد ليش نحمل بس الكاتب بس لا لا أنا ما أحمل الكاتب أنا أقول لك شنو الموضوع أنا أقول لك شنو الموضوع طبعا هي ترى توليفة كاملة أول شي نصوص لأن أنت خمسين خنقول ستين بالمئة من العمل هو نص صحيح إذا القصة حلوة ومهمة فأمية بالمئة رح الناس تابعها هذه نقطة النقطة الثانية الرقابة تكرار المواضيع اللي قع نقدمها بسبب أن نحن ما نقدر نضطر حق أمور ثانية هم قع يشوفون بالدرامة التركية شغلات ثانية مختلفة تماما ما عندهم رقابة صحيح يعني عندهم رقابة رقابتهم مع أن يعني هم كدولة يعني مثلا خنقول أن عندهم الفكر منفتح جدا صحيح وكأن الطالبون في رقابة يكون يعني منفتحة وفيها فكر مع أن أنا خلقوا لك عاد بتشاور معك بشغلة خنقدم نحن شيء منفتح بيهاجمون نفس اللي قاعدين ينتقدون بيهاجمون لا خنشاورك بشغلة الحين أنت أيضا يعني عندك الوجه يعني على قولتهم الجانب الأكاديمي تقدرون تتلعبون على هذه الموضوع يعني في أمور تدخلون فيها يعني إذا منتعمق للمشاهدين مثلا تحطون طريقة سمياء معينة مشهدية معينة يعني مشهد الموضوع يكون واقعي بما هو عليه طبعا بس مرات أنا قلت شغلة يعني مثلا الآن إذا أنت تكتبين قصة من محظل خيال محظل خيال يعني لو بتكلم عن قصة فيها سحر ينية تطلع وما يشلون على طول تنمنع ليش رقابة ما يصير بس قبل نحن كنا نشوف الأمور هذه كلها مثلا عرفت شلون لازم إذا بتقول واحدة تسوي سحر ما يصير إذا بتقول واحدة مثلا ما يصير حتى على المسلسل يا رجل أنت مرات الرقيب أنا أعتقد الآن جهاز الرقابة المسلسل يغيرونه يغيرونه أنا أشوف أن جهاز الرقابة الآن بدأ يصير في نوع من الوعي هناك ناس تقرأ الآن الآن فترة هذه وأنا أثني على هذا الموضوع الآن وأتمنى الاستمرارية وتطويرها أيضا للأحسن والأفضل يعني إحنا ما نقول الآن ليش متى ما مسكت دماء جديدة قارئة تقرأ فعلا راح تعرف شين هو احتياجات المجتمع الكويتي تحديدا والخليجي من متطلبات نحن نقدمها لأن هناك رواية روايات وايد تكبح 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 مهما تسوين من مشهديات أنت الخطب كبرى إن شاء الله صحيح من العمل صحيح كأنها شواهد بالقبور هذه الكل تعاطف معه فعلا لا أحد يصدق من يومين صار الحديث تكلموا بالبحرين أمام مجموعة من المثقفين المسرحين اللي قاعدين لأن يقول في كتب منعت بالكويت كذا شواني واحد يستغرب ما قوله الكويت إيه الكويت نعو كذا الكويت نعو شون يعني عقله ما تقبل أكثر من ثلاثين كتاب أن أكثر من ثلاثين كتاب منعه بسبب أنه بسبب كذا 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 تصير في فكرة معينة موجود يعني موجودة مفرض أنها تزال ولكن يعني دائما هنقول شل مطلوب هنقول شل مطلوب شل مطلوب أتكلم لا أتكلم وأنا تخافين لأنتي صايرة لا لا أقول لا بالعكس قول والله أنا بك تتكلم لا يعني المسؤول صاير يخاف لأنه إذا ممكن يطلع شي تغريدة بتويتر يستجوب وزيرها فأمية بالأمية رح يمنع كل شي عشان لا يتعرضون حق استجواب وتمشي الأمور يعني كل واحد يدافع عن الثاني على حساب المنطب يعني إذا مجلس الأمة بدأ يصير يعني هناك فيه بتغريدة بتغريدة تغير الأمور بتغريدة ليش شون يعني إحنا بلا يعني إذا عضوا بمجلس الأمة هاد مشاكل الدولة كلها وقعد يركز لي على الأعمال اللي موجودة وقعد يصرح فيها شنو هذا شكوا انشكوا يا مع أنه يعني دكتور خالد وانشكوا بالدرامة أصلا انت شكوا أصلا أنت ما تجاب للتلفزيون هالك مجابلين للتلفزيون بوليد يعتبر هذا دورة رقابي على جزء معين للإعلام الكويت القوايا الأساسية المهمة في الدولة وركزت لي على أسامي الأعمال ما نقول شيء غالوا إحنا عندنا لازم نغير أسامي الأعمال طيب يا أخي غير الشوارع غير أشياء زينة مفيدة صحي غور من المجتمع والفكر المجتمعي سووا شي مفيد طور التعليم والدراسة هدّيت القوايا وضربت لي أسامي الأعمال يقول لك الفنانين كله يبوني الشيء على كيف يفهم تفصال يعني يبوني الشيء على كيف يفهم يعني مثلا لنا حق إننا نأخذ الشيء على كيفنا لنا حق وإنت ما لك حق تتكلم لأننا إحنا منبر منبر أقوى من منبرهم لأن لو إحنا نتكلم بالأمور السياسية يدرونهما شيء بس اليوم خالد أمين شنو الحرية يبيها شنو السقف اللي تبيه السقف اللي أبيه السقف اللي كانوا يشتغلون فيه قبرهم صحيح نحن نحترم مجتمعنا ما تبي يزود نحترم ديننا ونحترم أيضا الشعوب اللي حولنا ونحترم العرب اللي حولنا ونحترم وإنسانيين لأبعد درجة وهذا إرث كويتي قديمة ولا ما سموا أمير الإنسانية هذا كل ما نحترم تقصد أنه أنت وأيضاً عندنا ليمنع بعض الجمل ما هو يا يعلمك كيف لون التعامل أنت مع الأدب العام أو العادات طبعا حبيبي كل فنان كل فنان يحب وطنه حريص وعنده رقابة ذاتية صحيح نحن لا نريد أن نعلم البشر ولا نريد أن نهينا البشر ولا نريد أن نغلط على الناس صح نحن نحن ناس أهالينا ربوننا ونحترم مجتمعنا صح كافر لك أنت عضوها التدريس يعني وما تسوي شيء أقول لهم أنا عندي أهلي حاسبوني واحد صحيح اثنين عندي مجتمع يحاسبني ومجتمع يحترمني وانت عايش بالمجتمع وانت عايش بالمجتمع وبيد طلبة أنت بيدك الطلبة على فكرة يعني الشخص السيء بالإعلام الناس رح تهاجمه ما لا داعي أن تتهاجمه من خلال منبرك صحيح صحيح طور الدولة من خلال منبرك يعني تغيير كلمة فال مناير مسلسل حياة الفايد نعم إلى حال مناير يعني فال شو المشكلة نعم غلط واحدة هذا كلمة قديمة وقبل كان يكتون هم بها الكلمة هذه منعت هذه هم يعتقدون هذه الرقابة هذه الرقابة عسان يعني ما يشجعون على هذه الأمور يعني ماكوش متشجيع هذه كلمة مفردة هذه يعني مفردة الفال معروف من أربعمائة ألف سنة بالضبط يا أنت الحين حضرتك بتقول الله تبت تقف الناس شذي لا أنت علمه قولنا أن ترى هذا خربوطة صحيح وفهم ليش خربوطة حيفهم الشعب يعني أكيد معنا قبل لا بد أنك أنت تطرح لحظة يابعونا نقدم في ناس يوني يوقفون يا أخي قدموا شيء إيجابي كله شيء سلبي لحظة اشتبيني أقدم لك شيء إيجابي أي ليش أقدم لك إذا هو إيجابي ليش أقدمك قصة أقدم لك أن عائلة مرتاحة وفرحانة عشان تعزززة وما عندها مشاكل وما عندها شنو الشيء المشوق في المتابعة بس أيضا السؤال مقطوع كلامكم الخير هل دول اللي انشهرت أو معروفة أول إحنا نتغنى بأن أهي دول عظيمة ما يطرحون مشاكل من خلال مسلسلاتهم وأفلامهم بالعكس يعالجونها بالعكس بس الناس تنظر لها كعمل فني يعني يعني نشوف الأفلام الأمريكية ما يثق بشرطي ولا يثق بضابط عدل ولا لا نعم ولا يثق بطبيب لأن كل أسؤالهم أن هذا الضابط طلع مع المخدرات ويبيع ويسوي وكذا وأشوف ما منعه ما منعه ولا أحد هاجمهم يعني حتى إحنا مسلسلاتنا عندنا يطرحون المخدرات ويطرحون غيرها يعني ما كانوا قبل يطرحون بلا كان يطرحون قبل قبل حين زادوا التشدد أنا أتحداش بشيء قالوا يردون يعيدون مسرحية الضاعة ديش يمكن تكون كلها ممنوعة كلها ممنوعة خلي يردون يعيدون أي مسرحية من المسرحيات بس أيضا حفل على الغازوق ما نبرق ما نبرق بعض المنتجين في أعمال معينة طبعا طبعا ما خالأ قولك شغلة لما يتواجد مجتمع أو لما يتواجد أجواء مثل هذه رح يكون فيه أيضا ناس تتعامل مع هذه الأجواء تبتشتغل يعني إحنا ما نقول لكن لما يكون فيه جو ثقافي متكامل نبي نشتغل من خلال سيستم معين من خلال خنقول نقابة وفكر ومهم والناس تبتطور العمل الفني بالكويت والعمل الدرامي والعمل المسرحي والعمل 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 الثقافي وتصير فيه متابعات الشعب زين المثقف يريد يروح ويطابع زين هني غصب عليه ما رح يتم شخص ما يعرف يشتغل الكل يبي يشتغل صح يعني هذه نقطة وائد مهمة لازمنا نشتغل صح وقاعدين نسوي شغلنا حتى قاعدين نشتغلون بس لاحظ أن المجهودات شخصية صح أنتوا قاعدين نشتغلون حتى بالوقت اللي اتهموا فيها الدراما بينها قاعدين تشوه صورة المجتمع يعني قاعدين نشعل الشامعة خيرة ما سويته ما سويته كتاب ما سويته ويعني مثلا طريقة فيها توضحون الرؤية اللي أنتوا تابونها يعني ما صار فيها الأمور والله شوفي مع أن أنت مرة صراحة سويت أنه قلت أنه يعني أنا استضفتك يعني من زمان أنه ودك أنه يحطون قوانين معينة حق الرقابة هذا الحشي اللي صار مرة من المرات في منتقينا في سيد مرزوق الغانم مع الله يرحمون فنان عبد الحسين عبد الرضا والفنان طارق صحيح سأل سؤال أي بوعلي قال نقدر رد الدراما مثل قبل والمسرح مثل قبل أنا قلت إيه بعدنا الله يرحمه قال لا ماشي عمي الله يطخل قول ش الموضوع هدابة عنجيلة كان بأي ليش كان يقول لأنه يعني عنده حادثة وهو سابقة بأنه طلع إجازة نص ولكن صار في خلل وصار في مشكلة وصار أنه صار تخلي عنه في الموضوع هذا رد بوعلي يسألني كان يقول لي خالد شلون قلت له لابد نحط قانون أو دستور رقابي ونشيل شيء اسمه لجان هنا أنا أقول شذيه زعلون لجان لجان نبي نسمع منك كلمة خيرة وصلنا الدستور أنا رح أمشي بقانونه اللي خالفه يطبق على قانون وفي ثقارات ممكن يلعب عليها يعني هم من الموضوع هذا يعني قابل لا الله حتى قانون بحت أمية بالأمية ونلعب على ثقاراته وبالعكس وفي مذكرة تفسرية لكل هذا القوانين نعم قالونيا هذا يصير صحيح احنا وصلنا يمكن للختام أمشي لا 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 تمشي قبل لا تقول لنا ودك يعني شيء عن الثقافة والفن يعني الأمر الموجود في الدولة يعني كلمة منك أنت للجمهور قبل ختامنا نلقاكم إن شاء الله نباشر أنا أعتقد حاليا يجب الالتفاتة من الفنانين والمثقفين اللي هم المثقفين من الكتب الأدباء غيرهم الالتفاتة إلى أنه لابد الآن يصير في عمل جدي بالثقافة وبالفن بشكل وتقديم الكواليتي الصحيح وما يطلبه الجمهور بالشكل المحترم لليق في عاداتنا وتقاليدنا وديننا ومجتمعاتنا صحيح ولكن طرح قضايانا بأسلوب مهم وغيرنا مهم في حلول لمشاكلنا هذه الالتفاتة الآن مهمة جدا لهذا الموضوع فقط خالد أمين كل شكر لك كل شكر لكم وشرفتنا اليوم معنا في هذه الأمسية الجميلة وعسى الله يحفظك وفكك إن شاء الله دائما نورتنا ويعني أنت من الشخصيات المهمة أكيد في الفن أكيد ودورك في الثقافة أتمنى عليك كل خير وكل التوفيق إن شاء الله عسى الله طويل نحن نقول مع السلامة ونرحب بكل من تابعنا من الساعة الأولى خل نقول إلى الدقائق الأخيرة واليوم كان يمكن كانت حلقتنا شوي منوعة كان عندنا دكتور عبد الرحمن العواضي من الجيل القديم واليوم أنت تحمل راية العام عبد الرحمن كان خذيت معاهرة كاملة الله يسلمك مشكور وما قسرت نلتقيكم قادة إن شاء الله إن شاء الله اشتركوا في القناة